السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلب الشعب المعمرية تخصص اعمال البناء الصف الثالث اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في مادة تقنية اعمال البناء النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن درس جديد وحدة جديدة تتكلم عن التربة التربة ديت يا شباب انا دايما بشبهها بالزبط كده هو ازاي المريض اللي داخل مسلا يعمل عملية المريض دوت مش هاخد المريض ده ادخل قط العملية قال لما يكون عامل اشعاعاته وتحاليله ممكن يكون عامل مسلا منزار عشان احدد العلاج فين واجراء العملية هتتم ازاي وكدهوت وفي المكان فيت نفس النظام كده هوت بعمل وبشتغل على التربة من حيث ان انا بعملها مجموعة اختبارات اللي اختبارات ديت من ضمن الاختبارات اللي انا بعملها على التربة حاجة اسمها اختبار جس وفحص التربة اختبار اسمه ايه جس وفحص ايه التربة طيب الاختبار اختبار جس وفحص التربة دوت ايه عبارة عن ايه عبارة عن المدى الاستفادة اللي انا هستفادها من جس وفحص التربة اولا جس وفحص التربة ده يا شباب ان انا بعمل سجب في قلب الارض والسجب دوت باستخدم البعدات اللي هي خاصة باعمال التسقيب ان انا اعمل خرم في قلب الارض السجب دوت يا شباب هستخدم زي مثلا النجار النجار ده لما بيجيب قطعة خشب وبيجيب البنطة البنطة ديت بيروح مخرم في قلب الخشب مطرح البنطة ديت لما بتفرغ السجب ده بيطلع مكانها اللي هي النشارة او الصمرة بتاعت اللي هي الخشب نفس النظام انا هجيب الادوات والمعدات بتاعتي واعمل السجب في قلب الارض نتيجة السجب ده هيتطلع لي اللي جوه اللي داخل السجب اللي هي طبقات التربة بتاعتي طب انا هستفاد ايه من الاختبار ده اول حاجة هيبين لي تتابع طبقات التربة يعني الراجل اللي هو شغال وهو هيحفر هيبقى عارف هو هيحفر في التربة ازاي اول حاجة هتقابلوا ايه تربة رملية ولا تربة طينية ولا تربة صخرية ولا تربة ضعيفة تربة قوية تمام يبقى اول حاجة هستفادها من الاختبار جس وفحص التربة اول حاجة هنستفادها ايه ايه بالزبط كده هوت هنستفاد معرفي بتتابع طبقات التربة طيب تاني حاجة هنستفاد ايه هستفاد ان انا اعرف عن طريق جس وفحص التربة ده يا شباب ان انا هنزل بالعمق بتاعي للطبقة الصالحة للتأسيسة على عمق قد ايه يعني ايه الكلام ده لازما عشان تبني لازم تنزل بالحفر بتاعك وتعمل الاساسات بتاعتك على ارض صلبة ارض قوية ما تهبطش معاك طيب نزول العمق اللي انت هتنزله دوت ممكن على 2 متر ممكن على 5 متر ممكن على 15 متر ممكن على 20 متر وبناء عليه هحدد نوع الاساس اللي انا هستخدمه ما احنا عارفين مع بعض ان في الاساسات في منها كذا نوع في منها اساسات سطحية الاساسات السطحية ديت اللي هي عبارة عن اعدة منفصلة او اعدة منتصلة شايلة عمودين او اعدة شريطية تمام او اساس شريطي بشيل كذا عمود وفي عندي اساس لبشة ان انا اشيل الارض كلها لو مساحة الحفر بتاعتي ديت اكبر من 60% هحفر اكبر من 60% من مساحة الارض يبنى ايه ريح دماغي وروح شايل الردم ده كله مرة واحدة وروح رامي طبقة خرصانة عادية تمام للارض دي كلها دي اسمها طبقة ايه او اساس ايه اسمه اساس لبشة طيب ده ده بالنسبة للاساسات الايه السطحية طب ام تعمل الاساسات السطحية ديت يا شباب لما يكون عمك الاساس بتاعه قريب من سطح الارض يتراوح من اتنين لخمسة متر ده اقصى حاجة يعني ممكن يبقى اتنين وممكن يبقى تلاتة وممكن يبقى اربعة تمام يبقى ده ده الاساس او نوع الاساس اللي انا هاختاره انه ايه اساس سطحي يكون العمك بتاعه بمتراوح من كام لكام من اتنين لخمسة طب لما يكون اقصى من اه يعني اكبر من الخمسة تمام يعني ممكن يكون تمانية ممكن يكون خمساشر فبعمل له اساسات اسمها اساسات عميقة اساسات اسمها اساسات ايه عميقة الاساسات العميقة ده هي زي مفصرنا كده بسرعة الاساسات السطحية برضو الاساسات العميقة اللي هي الخوزي حاجة عندنا اسمها الخوزي زي العمود الخرصانة كده اللي انت بتشوفه مثلا فوق بس بدل اما العمود بيبقى الفوق لا بقى ايه بروح ازاي لا بروح حاطة العمود دوت تحت في الارض العمدان ديت لما ثبتها جوة تحت الارض بعمل عملية ضغط لايه لطبيعة التربة بضغطها بخليها ايه كتلة واحدة متدقتة ومتربطة مع بعضيها تمام دي اسمها اساسات ايه عميقة الاساسات العميقة ديت ممكن توصل معي من تمانية متر لغاية عشرين متر وثلاثين متر على حسب انواع ايه الاساس وحسب طبقات التربة طيب في عندي انا يبقى انا استفدت من جس وفحص التربة بايه اول حاجة تتابع طبقات التربة اللي تحديد المنسوب اللي انا ايه اللي انا هاسس عليه اللي هو تحديد الطبقة الصلبة اللي انا هاسس عليها هنزل لعمك ادي ايه طب دي نمرة اتنين نمرة تلاتة تحديد منسوب المياه الجوفية لو في مياه الجوفية في الارض ديت تمام هعرف منسوبها يوصل هيوصلني الغاية فين بعد اتنين متر او تلاتة متر ما ينفعش ان انا استخدم مسلا مطور المياه اللي هو مطور مطور الشفط بتاع المياه الجوفية تمام ان انا استخدمه هو بقى ايه اجيبه واغجاره مسلا واتفعله فلوس واغجاره مسلا في اليوم يكلفني وانا اصلا هستخدمه بعد مسلا اسبوع او بعد عشر تيام وكل دوت بايه بتكلفة عليه يبقى انا هعرف ايه من جس وفحص التربة ايه المطور ده انا هستخدمه بعد تلات ايام يبقى انا اتجاره مسلا باع ايه قبلها بيوم تمام طيب يبقى عرفت منسوب المياه الجوفية طب ايه تاني ممكن نستخدمه عن جس وفحص التربة جس وفحص التربة بعرف نوعية التربة اللي انا هشتغل عليه تربة ضعيفة ولا تربة متوسطة ولا تربة ولا تربة صلبة يبقى هاعرف الانواع نوع التربة اللي انا هشتغل عليها تمام هل هي تربة صلبة ولا تربة ضعيفة ولا تربة متوسطة الايه الصلاوة طب تعالوا نشوف مع بعد كده هوت الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه انا حبيت ان انا اعمل بس مقدمة سريعة كده للدرس عشان تبقى انت ايه عارف احنا هنشغل عليه تعالوا مع بعض كده نشوف احنا هنتكلم على التربة اول حاجة اول حاجة هنشوفها مع بعض او هندرسها مع بعض سند جوانب الحفر اول حاجة هناخد ايه سند جوانب الحفر النقطة رقم اتنين كيفية تجهيز قاع الحفر النقطة رقم تلاتة نظرية تأسيب توزيع احمال المباني على التربة رقم اربعة ما يجب مراعاته قبل عملية التأسيس اللي انت هتاخد بالك وترعيه قبل ما تعمل عملية الايه التأسيس اول حاجة هنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله في درس في حلقتنا النهاردة سند جوانب الايه الحفر طب ايه هو سند جوانب الحفر انا شايف الاشكال عندي ايه تمام في عندي شكل اهو في الواح على مسافات بعيدة في عندي الواح شايفها ايه على مسافات قريبة من بعضيها في ايه الواح انا شايفها مطلسقة او مطربطة مع بعضيها طب ده ايه وده ايه وده ايه نفسرهم مع بعض واحدة واحدة من الطبيعة ان الحفر في اي تربة مهما كانت نوعيتها فان جوانب الحفر يمكن ان تحتفز برأسيتها جوانب الحفر يمكن ايه ان تحتفز برأسيتها حتى اعماق بعينة وتختلف هذه الاعماق من تربة الى ايه الى اخرى تبقى لدرجة تماسك وصلابة التربة على حسب نوع وصلابة الايه التربة ازا زاد عمق الحفر عن عن تلك الاعماق تبدأ جوانب الحفر في الايه في الانهيار ازا زاد عمق الحفر يعني مسلا انا شغال في ارض ايه رملية وصلت مسلا او حفرت في الايه في التربة بتاعت ديت لعمق اتنين متر او تلاتة متر تمام نزلت للعمق ده هبدأ بعدها هلاقي جوانب الحفر ديت بدأت ايه بدأت تقع فهلاقي بدأت بما الحفر ده نازل عدل مستوي كده وترأسي تمام تمام هلاقي الحفر ده وتوقع من فوق فهلاقي الحفر بتاعي فتح تمام يبقى منظر الفتحة يبقى الحفر بتاعي هيبقى ازاي واتسع من فوق اتسع من اعلى وديق من تحت ما هو كل ده تكلفة على مين تكلفة على المقاول اللي هو هيشتغل يا شباب لانه انا متفق معايا وعملين مؤايسة تمام المؤايسة ديت فيها طول وعرض وارتفاع الحفر طب لما فيه جزء زيادة يقع في قلب الحفرة بتاعتي هيضطر ان هو يشيله طب لما يشيله ده هو التكلفة على مين يبقى تعالى نبص مع بعض كده ازا زاد عمق الحفر عن تلك الاعماق تبدأ جوانب الحفر في الايه في الانهيار فيضيق قاع الحفر من اسفل ويتسع من ايه من اعلى مما يعرض سلامة المباني المجورة للايه للتصدع النقطة اللي بعد كده من هنا او من هنا ظهرت الحاجة الماسة الى سند جوانب لايه الحفر وذلك الامكانية الوصول الى الطبقات الصالحة للايه للتأسيس اللي هي الطبقة ايه الطبقة الصلبة طيب ايه هو الغرض من سند جوانب الحفر انا بعمل سند جوانب الحفر لايه ممكن يجي لي سؤال يقول لي اذكر اذكر او تكلم اا او ايه اذهكر اه ايه الغرض من سند جوانب الحفر اسكر الغرض من ايه انت بتسند جوانب الحفر لايه هقول له عشان تلات حاجات ايه هما عشان اخلي جوانب الحفر الرأسية تمام تمام الجاعة لجوانب الحفر الرأسية اتنين حتى لايا نهار جوانب الحفر الراجل العامل ده. وهو شغال ممكن بعد ما ينزل مسلا لمتر ومتر ونص وتلاقي الجوانب الحفر ده تنهارد. سببت له ضرر. فانا عشان حافز على سلامة الراجل دوت. تمام? بعمل له سند جوانب الحفر. ايه سند جوانب الحفر ده? احنا واحنا مشيت في الشارع بنلاقي الواحة رأسية محطوطة على جوانب الحفر. جنب اليمين والجنب الشمال. طيب اللي الواحة الخشب ديت محطوطة ليه? كلنا بنسأل بعضنا كده بس مش عارفين السبب. لا ده اللي الواحدية اسمها سند جوانب الحفر. بتعمل سنده? سند اللي ليه? لجوانب اللي جنب الحفر ده. عشان ما ينهارش على العامل. وفي نفس الوقت حافز على رأسية الايه? الجنب بتاعه. تعال نشوف مع بعض كده. لما يقول لي اسكر الغرض من سند جوانب الحفر. هقول له رقم واحد الاحتفاظ برأسية جوانب الحفر. الاحتفاظ برأسية جوانب الايه? الحفر. رقم اتنين. حتى لا ينهى الجوانب الحفر ويتسبب عن ذلك ضيق من اسفل والتسع من ايه? من اعلى. رقم تلاتة حتى لا تتعرض المباني المجورة للايه? للتصدع. ده التلات نقاط ديت اللي هي بتتكلم عن الغرض من سند جوانب الايه? الحفر. طب تعال بقى نشوف انواع الشدات الخشبية المستخدمة. انواع الشدات الخشبية المستخدمة في اعمال الايه? اعمال سند جوانب الحفر. زي ما اتكلمنا قبل كده بتختلف نوع وتركيب الشدة. نوع وتركيب الشدة. هركبها ازاي? هتختلف تبعا لنوع الايه? التربة. في عندي درجة ايه? حسب درجة التماسك والصلابة. طب هنقسمها الايه? هنقسمي التربة لتلات تلات انواع. تربة تربة صلبة. تربة متوسطة الصلابة. تمام? وتربة ضعيفة. تربة صلبة. تربة متوسطة التماسك. ممكن الصلبة دي نسميها ايه? تربة متوسطة او تربة صلبة. النوع التاني هنسميها تربة متوسطة التماسك. تربة متوسطة الايه? التماسك. او تربة متوسطة الصلابة. يعني النص نص. النوع التالت اسمه تربة ضعيفة او تربة ايه? تربة ضعيفة او تربة سهلة الايه? النيار. تربة سهلة الايه? النيار. تعال نشوف الشدات الخشبية اللي احنا هنشتغلها مع بعد. اول حاجة شدة خشبية في ارض صلبة. شدة خشبية في ارض ايه? في ارض صلبة. الشدة التانية شدة خشبية في ارض متوسطة الصلابة. رقم تلاتة شدة خشبية في ارض يسهل انهيار تربطها. يعني ارض ايه? او تربة ايه? تربة ضعيفة. تعالى نشوف اول حاجة كده. سند جوانب الحفر في ايه? في ارض صلبة. في ارض ايه? صلبة. تعال نبسطها مع بعدي كده هو. تعال النموذج اللي انا عمله لك ده. تمام? هنقول ان ده جوانب جوانب ديت يا شباب عبارة عن ايه? ديت جوانب. هادي جنب الحفر هول. اليمين. ودي جنب الحفر اللي هو الايه? الشمال. تمام? ودي سطح الارض. الشفة اللي انا زي اللي انا عملها لك ديت اللي هو سطح الارض اللي انا واقف عليه. هنزل بعمق الحفر ده. من هنا كده. تمام? وقال لي اقل مسلا اتنين متر او تلاتة متر. طب انا عايز اخلي جنب الحفر دوت رأسي تمام التمام. ما ينهرش. او يحصل له ايه? عملية انهيار. هيدي من تحت زي ما اتفقنا. ويوسع ايه? ويوسع من فوق. طب اعمل له ايه? اعمل سند جوانب حفر ايه? سند جوانب الحفر ديت. تعالي شبابك دوت. او قبل ما نتكلم. نتكلم عن اللي الخمات اللي احنا هنستخدمها في سند جوانب الحفر. هستخدم ايه? احنا قولنا شدة خشبية. هستخدم فيها نوعين خشب. هستخدم فيها نوعين ايه? نوعين خشب. اول نوع اللي هو اسمه الواح. الواح رأسية. اللي الواح الرأسية ديت. او الواح افقية. هسميها الواح من خشب السويدي او البنتي او المسكي. تاني. يبقى فيه الواح او اول نوع الواح سويدي او بنتي او ايه? او موسكي. قطاعها كم? قطاعها من عشرين لخمسة وعشرين. يعني ممكن تبقى عشرين. ممكن تبقى اتنين وعشرين ونصف. وممكن تبقى خمسة وعشرين. وتخانة بتاعتها الصمكة بتاع بتاع اللوح ده اللوح الرأسي ده او الافق ده. ده تخانة بتاعته او صمكه خمسة طب اطواله? الاطوال حسب ما ايه? حسب ما ايه? بتبقى متوفرة معي. ممكن تلاقي الاطوال بطول اتنين متر او تلاتة متر او اربعة متر. تمام? وممكن اروح مخلي اللوح على ايه? اوصل اللوح باللوح. اخليهم ايه? اخلي القورة بتاعت اللوح ده? على القورة اللي ايه? على التحتية. لو اللي اللوح عندي قصيارة. يبقى ده اسمه لوح رأسي. اسمه لوح ايه? رأسي. طب لما اللوح ده لما يكون واقف على 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 رأس رأسيته كده او على حيله كده بالبلدي. تمام? هسميه الواح رأسية. مصنوع من ايه? من خشب السويدة او المسكة او البنتي. طيب لما نيمها على سيفها كدوات اللي الوحديت. يبقى سيفه. تمام? ادي بتاعه اللي هو السخان لما بص كدواته لقى اتقانة بتاعتي خمسة سنتي. يبقى دي اسمها مددات. هي خامة واحدة من خشب السويد او البنتي او ايه? او المسك. تخانيتها اتنين من عشرين لخمسة وعشرين. هو بايه? وسمكها خمسة سنتي. وبقى اطوال وبقى اطوال مختلفة حسب عمق الحفر بتاعه. طيب النوع التاني من الخشب اسمه عروق فليري. طب عشان انا مش تخصص خرصانة يا اساس. انا تخصص مباني فما عرفش العروق الفليري ديت. العروق ديت اللي بيستخدمها النجار بايه? نجار المسلح عشان يصب السقف. ويشد ايه? شدة السقف بتاعي. طب العروق ديت بتبقى مربعة. قطاعها كم? بتبقى قطاعها عشرة في عشرة? قطاعها عشرة في عشرة او ايه? بتوصل تتروح من عشرة خمستاشر. ممكن عشرة وممكن اتناشر وممكن ايه? خمستاشر. بس اللي احنا هنستخدمها كم? عشرة في عشرة. دي اسمها عروق ايه? عروق فليري. يبقى هم حاكتين هنستخدمهم. تمام? طب تعال نشوف مع مع بعض كده على النموذج ده اللي قدامي. تمام? دي احنا اتفقنا ان دي ايه? السند جواني بحفر في ارض صلبة. في ارض ايه? في ارض صلبة. تمام? لما وقف اللي الواحة الرأسية دي كدوات اللي هي مصنعة من ايه? من خشب الموسكي او السويدي او الايه? او البونتي. قطاعها كم? قطاعها عشرين في سمك كم? في سمك خمسة. وباطوال مختلفة. طيب. نبص على الخامة اللي انا عملها لك باللون الاحمر اللي انا عملها لك بالعرض دي اسمها عوارد او عوارد زن او كبس او كبسات من ايه? من العروق الفليري. بتكبس او بتزنق اللي الواحة الرأسية دي عشان ما طاعش. تمام? طيب العروق الفليري دي قطاعها كم? عشرة في عشرة. طب تعال بقى ايه الفرق ما بين الايه? السند في الارض الصلبة والمتوسطة. اول حاجة السند في الايه? في الارض الايه? الصلبة. السند في الارض الصلبة اول حاجة نضع نضع او نثبت ال الواحة الرأسية على مسافات محورية. على مسافات محورية يعني من نص اللوح الرأسي ده لنص اللوح الرأسي ده مسافة محورية تبعد بايه? اتنين متر. يعني من اللوح الرأسي من المنتصف اللوح الرأسي ده لمنتصف اللوح الرأسي ده المسافة كام اتنين متر. وهكزا اقررها. يبقى توضع للواحي الرأسية على مسافات بحورية كل اديه كل اتنين متر. تمام? على جانبي الحفر وملصقة. انا لازق هلك هو على جنب الايه? على جنب الحفر. طيب اللي الوحدية هتفضل كده هو يعني سنده نفسها بنفسها او مسلا مريح على الحفر. لا طب ما هيه? وانا شغال ممكن تقع علي. طب هعمل ايه? هنروح جاي كده بعوارد اسمها عوارد زن من عروق الفليري. ازنوا كل اللحين رأسيين متقابلين قصد بعد بعوارد زن. بعوارد ايه? بعوارد زن. طب العرض العمكي ده لو مسلا ستة متر او دمانية متر او عشرة متر هي عرضة واحدة بس? لا. العرضة ديت يا بش مهندس هنزل ايه? بتتكرر من متر وعشرين ل متر وخمسين. رأسي كده. المسافة من ايه? من ايه? من قاع الحاف لغاية اول عرضة من مية وعشرين لمية وخمسين. اقررها من مية وعشرين لو انا اشتغلت مسلا على مية وعشرين. يبقى انا عيس من هنا. مية وعشرين اقرر اروح حاطة اللي ايه? اللي بعديها مية وعشرين وهكذا. او مية وتلاتين او مية اقصى حاجة الليها كان مية وخمسين. يبقى احنا اتفقنا مع بعض دي السند في اللي في الاراضي اللي هي الصلبة. طب تعالى نشوف كدهوات اللي احنا كدبينه كدهوات على ايه? واللي احنا موضحينه واللي انت هتقوله في الامتحال. اول حاجة توضع الواح رأسية من الخشب الموسكي او السويد او زي ما قلنا ايه? اللي هو البونت. بعرضية تراوح من عشرين لكام لخمسة وعشرين سنتي وبصمك خام خمسة سنتي وباطوال تختلف باختلاف عمق الحفر. حسب اللي هي اللي احنا قلنا عليه متوفرة معنا. متلاصقة لجوانب الحفر وتكون متباعدة بعضها عن بعد بمسافات محورية كل اديه? كل اتنين متر. طيب انا سبت الالواح او حطيت الالواح الرأسية على جانبها الحفر. كل كام? كل اتنين متر. طب ايه? هنسيبها كده? لا الخطوة اللي بعديها يسند كل لوحين متقابلين كل لوحين قصد بعد بواسطة كباسات اللي هي العوارض اللي ايه? بنسميها عوارض زن. عوارض افقية للزن. تكون عادة من العروق الفليري. قطاع كام في كام? عشرة في عشرة سنتي. وظيفتها وظيفة هذه الكباسات ايه? ضغط الالواح الرأسية على جانب ايه? الحفر. وحفظها من السقوط تحت تأسير ضغط التربة. ده الكلام اللي احنا ايه? شرحنا على النموذج اللي احنا عاملينه الصغرنا ده. طيب. الخطوة التالتة اللي بعديها يتقرر وضع المدادات. يتقرر وضع اللي هي المداتات اللي هو المقصود بها ايه? اللي هي عوارض الزن. تتقرر حسب عمق الحفر ويفضل ان تودع على مسافات رأسية لا تزيد عن كم? عن متر ونص. اقصى حاجة لها كام? متر ونص. وتكون هذه المسافة في اغلب الاحيان كم? متر وعشرين. ادي الصورة بتاعتي اللي انت ايه? مطلوب ان انت ترسمها في الامتحاد. ان ممكن ايه? ممكن يجي يقول لك اشرح اشرح طريقة سند جوانب الحفل في ارض صلبة. اشرح طريقة سند جوانب الحفل في ارض صلبة. موضحا اجابتك بالرسم. طب احنا شرحناها وقلنا ان الواح الرأسية على مسافات محورية. خلي بالك عشان المسافات دي هتختلف من ايه? من من تربة لتربة. طيب. المسافات محورية من كم لكم? كل اتنين متر. طيب. وعوارد الزن. عوارد الزن هتتحطي ما بين كل لحين ايه? رأسيين. تزنق لي ايه? اللحين الرأسيين اللي انا شايفهم هنا اقصادي. تمام? طيب العوارد الزن ديت مصنوع من ايه? من العروق الفليري اللي هي اقطع كم? عشرة في عشرة. طيب. بعد جوة المسافات اللي هي العوارد دي اللي احنا اتكلمنا عليها. مسافاتها بتبقى ايه? في الاتجاه الرأسي كده. بتطلع ايه? بتطلع كم? مية وعشرين. اقصى حاجة لها كم? مية وخمسين. ده بالنسبة للارض الايه? بالنسبة لارض الصلب. طب انا عايز ارسمها. ارسمها ازاي يا استاذ? انا برسم خطس. اكني قطعت بالسكينة هنا كده يا شباب. تمام? وروح تبصت كده. في الاتجاه ده. لما انا هقطع كده. وبص في الاتجاه ده. ايه اللي انا هشوفه? هشوف القورة بتاعة اللوح الرأسي ده. اللي هي اقطعها كان في كم? اول حاجة انا هشوف الخطة اهو. تمام? ماشي? او لو انا بصص 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 رأسي كده يبقى انا هشوف الخط اللي انا عملولك بالاخدر ده كده اهو. اللي هو ده. تمام? ده اول حاجة. تاني حاجة هشوف القورة لو انا لو انا باصص رأسي. لو انا باصص ايه? لو انا باصص واجهة كده. هشوف ايه? هشوف اللوح واقفة هو. اللي هو اقطعه كام? قطاع باش مهندس. اللي هو ايه عشرين او اتن وعشرين او خمسة وعشرين. وهشوف الطول بتاع اللوح. لو انا ايه? لو انا قاطع وباصص كده في الاتجاه اللي اتجاه الرأسي. طيب. ابعد مسافة وليكن مسلا على الرسم في الكراسة مسلا بايه? بتاعت الامتحان? ابعد مسلا اتنين سنتي واروح طبعا ليه الرسم في التكنولوجيا في الكراسة? بيبقى نسبة وتناسب. اهم حاجة ان توصل لي المعلومة والرسمة. قال ايه? طريقة التثبيت طريقة تثبيت الوحدية ازاي? طيب. ابعد مسافة وليكن مسلا اتنين سنتي واروح مثبت اللوح بتاع الرأس التاني. طيب. انا شايف اللوحة اهو? شايفه ايه? بالوجهة بتاعته? قل ايه طولها كام? عشرين سنتي. عشرين ايه? او اتنين وعشرين سنتي او خمسة وعشرين. طيب. بعد كده هو طبعا انا قاطع كدس. الجنب ده انا مش شايفه. الجنب دوت اللي هو ايه? من ناحية دوت انا مش شايفه. انا قاطعت وبصت كدس. عناية ايه? عناية وبص على الوحدة ايه? ايه اللي انا هشوفه. هشوفه القورة. هشوف القورة بتاعت العرق ديت. شكلها ايه? هشوفها مربعة. بمعنى ايه يا استاذ تعال مع بعضي كده. ايه دي. ادي اللي ايه? عرضة الزن اهي. اللي انا شايفها ايه? عرض الزن. انا لما قاطعها كدس. وانا لما انا قاطعت كده يا باش مهندس. تمام? في العرضة ديت. اللي انا هشوفه. هبصي الناحية دي كده هشوف القورة بتاعت اللي هو عرضة الزن اللي هي من العروق الفليري اللي هي قطعها كام عشرة سنتي في عشرة سنتي. طب انا هشوفها ايه? هشوفها زن ايه اللوح ده. تمام? ادي اللوح بالمنزر ده كده. ادي اللوح الرأس اهو. اللي انا شايفه. تمام? وادي العرضة هي في النص. العرضة دي ممكن تتقرر على مسافات ادي ايه? مسافات من متر وعشرين لمتر وايه? متر ونص. طيب. ده بالنسبة لمن? ده بالنسبة للرسمة بتاعتي. تعال نبص كده على رسمها هي. ادي اللوح الرأسي. طب يا استاذ انا شايف خط اسود اهو تحت فوق وتحت. شايف خط اسود فوق. فاول اللوح من فوق واول اللوح من ايه? واخر اللوح من ايه? من تحت. طيب. انا عمله لك في النموذج هنا الخط الرأسي ده اللي هو الاسود ده. تمام? ده يا ده يا شباب عبارة عن حزام من الصاغ. حزام من اين? الخط السود اللي انا عمله لك ده. تمام? او بالمنزر ده كده. تمام? ده عبارة عن حزام من الصاغ. الحزام من الصاغ ده واتفايدته ايه? وطبعا انا بلفه على القرى من فوق. وبلفه على ايه? على القرى من ايه? على القرى من تحت. ايه? وبدله مصمار. ليه يا استاذ? عشان عشان الوحدية لما دق عليها بشاكوش. طبعا لو هي مش واخد الحزام ده. تمام? هدق اعلى بشاكوش. الخشب ده هيشلع او هي ايه? هي هيكسر. سن نفسنا في سن لغاية ما لاقي اللوح دوت اللي طوله اتنين متر مش هلاقي منه حاجة ايه? خالص. طب انا عشان حافز عليه? ويستحمل ايه? الطرق عليه بالايه? بالمطرق ولا حاجة? يبقى انا لازم نقدي له حزام من فوق وحزام ايه? من تحت. تمام? طيب ادي الالواح الرأسية. وقلت لك على مسافات بحورية. كل ادي ايه? كل اتنين متر. وتوضع العوارد ايه? عوارد ايه? عوارد الزن ايه? بص القورة بتاعت الايه? عاردة الزن اللي هي من العروق اللي في الليري. قطعها كام عشرة في عشرة وهكزا. ادي في نص ايه? في نص اللوح الرأسة هو. طيب لو هي تقرر لو العمك كبير هقررها تاني. كل كام? كل متر وعشرين او كل متر وتلاتين او كل متر ايه? اقصى حاجة لها ايه? متر ونص. ده بالنسبة للسند سند جوانب الحفر في ارض ايه? في ارض صلبة. طيب تعال نشوف نوع تاني كيفية سند جوانب الحفر في ارض متوسطة الصلابة. ازاي اعمل حفر في ارض متوسطة الصلابة? يعني ارض وسط يعني مش يعني ما بين ان هي صلبة. تمام? وما بين ان هي ضعيفة. يعني في اي وقت ان هي التربة خداعة. ممكن تنهار بسرعة. طيب السند دوت هيختلف عن السند اللي فات? اه طبعا. خلي بالك ان الالواح في ايه? في الارض الصلبة كانت كل كام? كل اتنين متر. طب تعال انبص معي مع بعض جدهو. هنا في الالواح ديت انا برضو هنسبت اللي ايه? جنب الحفرة هو. تمام? وحطيت الواح رأسية. برضو نفس الخامة بتاعتي. الالواح الرأسية ديت يا شباب. من الواح ايه? الخشب الموسكي. الواح خشب الايه? الموسكي. او البنتي. او او السويدي. قطعها اللي هو برضو هي هي نفس الخامة ونفس ايه? نفس الحاجات اللي احنا. بس هتختلف ايه? هتختلف ان المسافة المحورية بتاعتي هنا قليلة. اقل شوية من ايه? من السند في الاراضي الصلبة. طيب. السند في الاراضي المتوسط الصلبة. هحط النسبة الالواح الرأسية على مسافات محورية من نص اللوح لنص اللوح على مسافات محورية كل اديه كل خمسين سنتر. هناك كان الكام كل اتنين متر. يبقى كل خمسين سنتي اروحات ايه? اروحات الوح رأسي. الجنب التاني. تمام? ابعد مسافات رأسية كل اديه كل خمسين سنتي. طب اللي الواح هنا بدأت تقتر يا استيس. هينفع ان انا احط كل كل عرضة. ازنوا كل لحين بعرضة? هجي هجيب لها شغل ايه? هجيب لها عوارد منين? وهجيب لها عروق منين? وهقضى قص وهضر في في المسافات بتاعتي. طب واستيس من رايح ايه? رايح دماغنا? واللواح الرأسية دي اروح من ايه اروح مريح على جنبها على سفها كده اروح من ايهما على سفها زي ما انا شايفها كده يا باشماندسين. تمام? بسميها مادات. يبقى اول حاجة انا ثبت ليه? الواح رأسية من خشب الموسكي. طيب لما اخد اللوح الرأسي ده واروح من ايهما على سف جدوات ما بقاش لوح رأسي. بقى اسمه ايه? اسمه مادات. من نفس الخشب ومن نفس التخانة. ومعمول له ايه? حزام اهو. ادي الحزام اللي هو من الصاغ. تمام? زي ايه ما احنا شايفين. اهو. انا بميل لك اهو النموذج الصيغون انا هو? عشان اولي لك اللي هي الشراءة السوداء دي ده اللي هي للوح السوق عشان احافز على متانة ويه للوح الرأسية. طيب هسبت اللي الوح الرأسية ديت بمداد رأسي. من نفس من نفس الخشب بتاعي للوح الرأسي طيب. اللوح الرأسي ده المداد ده هسبيته بايه? هسبتوا بتلات عوارد زن. بتلات عوارد ايه? بتلات عوارد زن. اتنين منهم في الاطراف في الاول في البداية والنهاية احط هسبت ايه? عرضتين. ماليش دعوه بقى انا ايه? السيبك بقى انسى حتة الالواح الرأسية. هناك في الارض الصال بقى كنا بنحط قصاد كل لحين عشان مسافات كانت كبيرة. كل اتنين متر. تمام? بحط عوارد زن. لا هنا كل خمسين. طب هنعمل ايه بقى? السيبك بقى ملا الواحد ادي المدد اهو. وادي المدد الناحية التانية. في بداية في بداية المداد ونهاية المداد هحط عرضتين زن. عرضتين ايه? زن. وفي النص هروح حطت الايه? العرضة التانية. العرضة اللي هي اللي ايه? التالت. يبقى عرضتين في الاطراف والعرضة التالتة في اين? والعرضة التالتة في النص. تمام? تعال نشوف مع بعض كده. سند جوانب الحف. اول حاجة توضع الواح رأسية من الخشب المسكي. اللي هو السويدي. بعرض يا تراوح مين? بنعيد نفس الكلام. عشان ايه? لو لو جاء لك سؤال وقال لك اشرح كيفية سند جوانب الحفر في ارض متوسطة الصلابة. تمام? هتقول له مش هتقول له بقى ليه? الا الواح اللي هي مستقدمة في الارض الصلبة. لا. هتعيد الكلام لوحده. لكنه سؤال ايه? هو سؤال مستقل بذاته. تمام? اول حاجة توضع الواح رأسية من الخشب المسكي السويدي. بعرض يا تراوح من كم لكام? من عشرين لخمسة وعشرين. وصمكه كام? خمسة سنتي. بقى اطوال تختلف باختلاف عمك الحفر. متلاصقة لجوانب الحفر وتكون ايه? وتكون متباعدة بعدها عن بعد على مسافات محورية كل كل خمسين سنتي. هناك كان كم? هناك كان ايه? في الارض الصلبة كان كل ايه? كل اتنين متر. طيب هنا كل خمسين سنتي. طيب الخطوة التانية تسند الالواح الرأسية باخرى افقية. تعرف بالايه? بالمدادات. نفس الالواح دي بس هخليها نيمة على سفها كدهوت. بس هيتغير اسمها مش هتبقى الواح هتبقى اسمها ايه? مدادات. وتكون من نفس قطاع الالواح الايه? الرأسية. رقم تلاتة. تزنق المدادات الافقية بسلاس كباسات بسلاس عوارض. اتنين منهم اتنين منهم عند الايه? عند الاطراف. والسالسة او السالس عند الايه? عند المنتصف. يبقى عرضتين عند الاطراف والتالتة فين? في المنتصف. طيب رابع حاجة يتقرر وضع المدادات يتقرر وضع المدادات حسب عمك الايه? الحف. برضو نفس الخطوة برضو ايه? لو انا عايز اقرر المدادات على مسافات كل مسافات رأسية كلها دي كل متر ونص اقصى حاجة ليها او ده اقصى حاجة ليها متر ونص بس هي في في المعتاد هنشتغل على كام متر وعشرين? خلاص يا شباب? يبقى احنا كده. السند بالنسبة للسند في الارض الصلبة? تمام? مسافات محورية كل اتنين متر. ماشي? وتزنق بايه? كل لوحين رأسيين بعوارد بعوارد زنق من العروق اللي ايه? طيب عندك في الارض المتوسطة الصلابة في الارض المتوسطة الصلابة توضع الواحة رأسية على مسافات محورية من نص اللوح للنص اللوح الرأسي على مسافات قديه خمسين سنتي. طيب اللي الوحدية عشان هتبقى كتير هنزنوها بعوارد ايه? لا قبل العوارد هروح حاطة مداد على سيفه. مداد من من الخشب الايه من الواح المسكة او الخشب المسكة او البنت او الايه? او السويدي. نفس قطاع الايه? الواح طيب. الواحدية مين اللي هيمسكها? هزنقها من البداية والنهاية بعوارد ايه? زن. بعرضتين. واحدة في البداية واحدة في الايه? في نهاية المدات. والتالت اهتبقى فين? في النص. ده بالنسبة المين? ده بالنسبة الارض الليه? المتوسف الصلاب. طيب المسافة الرأسية هتبعد ايه? او هقرر المادات ده هتكون اللي اديه لو العمك كبير من مسافة متر وعشرين لمتر وكام لمتر ونص. تعال نشوف مع بعض كده السند جوانب الحفر. ادي الصورة بتاعت ايه? تمام? ادي الالواح الرأسية على مسافات محورية كل كام? خمسين. وادي المادات الرأسي المادات الافكة اهو? تمام? وفي بداية المادات ونهاية المادات ادي العوارض. وادي في ودي في المصة اهو. ليه? العرضة التالتة ايه? لو انا حطيت اصادها او القورة في القورة كده. حطيت المادات اللي بعده برضو في بداية المادات وهكمل. تمام? طيب. تعال نشوف كدهات مع بعض كيفية سند جوانب الحفر في ارض يسهل انهيار تربتها. يعني ارض ايه? ارض ضعيفة. نفس اللي احنا قلناه برضو في اللي في الخطوات اللي قبل كده هو. تمام? سند جوانب حفر في ارض صلبة او او الكلام ده. تمام? هي هي برضو الواح رأسية من ايه? بسمك من اه عشرين لخمسة وعشرين والتخانة بتاعتها خمسة سنتي واطولها مختلفة. تمام? طيب. نمرة اتنين تسند الالواح الرأسية باخرى وفقية تعرف بلايه? بالمادة ده. تعالا بقى. تعالا مع بعد كده? ه després ما بين? ما بين التربة. المتوسطة الصلابة في السند. انا بتكلم ايه? في سند جوانب الحفر. ايه الفرق ما بين الاتنين في الارض متوسطة الصلابة? لان هيا هي هي نفسه ايه? نفس الصلبة بتاعتي بس هتختلف حاجة. هتختلف ايه? فارضyl متوسطة الصلابة يعني ارض رملية. لو انا حطيتي اللوح اللوح الرأسي كده ولوح الرأسي كده الراملة هتنزل من ما بينهم يبقى انا ما عملتش حاجة. طيب يبقى انا يبقى انا عشان احجز الرمل ديت وما تنزلش جوه الحفرة اللي انا عفره او الحفر اللي انا عفره ده. تمام? اعمل ايه? في ارض رملية. احط الالواح او اسبت الالواح متلسقة بجوار بعضها البعض. احقل اللوح جنب اللوح. هناك كانت مسافات اول ما بدأنا كانت مسافات ايه? محورية كل اتنين متر. هنا الالواح بات ايه? متلسقة. جنب بعضها. ملزوعة جنب بعضها. عشان ما ايه? ما ما ديش فرصة للرمل ان هي تنزل من ايه? من ما بين الالواح. يبقى نفس الشدة بتاعت ديت اللي انا بتكلم عليها اهو. بس بدل اما الالواح متبعدة على مسافات كل خمسين سنتي في الارض متوسطة الصلابة. لا ده انا هحط الايه? هحط الالواح كلها جنب بعضها. هالزا اللي ايه? هحرق اللوح ده? والزاقه جنب اللي ايه? اللوح اللي اللي قابله. وهكزا. مش هخلي في مسافات ما بين الالواح خالص. ونفس الكلام هروح حاطة المداد الافقي. تمام? والمداد ده هروح ايه? هروح زنه ببعوارد زن. نفس اللي احنا قلناه بشمهندسين. بس المداد ده بشمهندسين. المداد ده على مسافات عشان الارض ضعيفة بدل المكان بيقرر على مسافات رأسية من متر وعشرين ل متر ونصف. لا هيختلف في الارض دي. في الارض الضعيفة. هنرفع المداد ده على مسافات. على مسافات. زي ما انا شايفه هو. تمام? ايه دي المسافة الرأسية. كانت هنا كانت في التربة المتوسطة الصلابة او التربة الصلبة كنا بنشتغل على مسافة كام? متر وعشرين. تمام? لا هنا في التربة الضعيفة هرفع المداد ده كل كم? كل تمانين. اقصى حاجة كل متر. كل تمانين او كل ايه? من تمانين لمتر. طيب. العوارد دي يا استياز. العوارد دي هتختلف? اه هتختلف. هرحاتة العوارد دي ايه كل كم? كل متر. كل ايه? كل متر او كل متر وعشرين. عشان الارض ضعيفة فسهلة الانهيار فلازما ايه? يبقى انا مقوي الشدة الخشبية بتاعت. تعال نشوف مع بعض كده كيفية تسند جوانب الحفر في ارض ايه سهلة الانهيار او تربة ايه ضعيفة. النمرة اتنين احنا قلنا اللي ايه? رقم واحد الالواح الرأسية. رقم اتنين تسند الالواح الرأسية باخرى ايه? افقية. تعرف بالمدادات بالمدادات وتكون من نفس اقطاع ايه? الالواح الرأسية وتكون على مسافات ايه? وتكون اللي ايه المدادات دي هتتباعد على مسافات رأسية من تمانين لكم? من تمانين لمتر. طيب الخطوة اللي بعد كده تصنق المدادات الافقية بكباسات اللي هي العوارز الزن اللي احنا بنقول عليها على مسافات محورية تتراوح من متر الكم اقصى حاجة من متر المتر ونص يعني المسافة المحورة المسافة من العرض دي من العرض دي للعرض دي هتبعد من متر المتر وكام? من متر للمتر ونص يعني ما تقلش عن المتر ومزدش عن المتر وايه? عن المتر ونص. ممكن تبقى متر ممكن تبقى متر وعشرة ممكن متر وعشرين اقصى حاجة لها كام? متر ونص. ده بالنسبة للارض لايه يا رجالة? بالنسبة للارض الايه? الضعيفة. طيب تعالنا بص على الصورة بتاعتها ادي الالواح بص شايفين اهو الالواح ايه? متلسقة. ما فيش مسافة ما فيش يعني مسافة تدخل الهواء ما بين الالواح. تمام? رصت الالواح الرأسية هو وروحت زنقتها بمددات. المسافة ما بين المدد اللي فوق ده والمسافة ما بين المدد اللي تحت المسافة ما بينهم من كم لكم? قلت لك من تمانين من تمانين لكم? لمتر. طيب وهبعد العرضة دي للعرضة اللي بعدها المسافة من العرضة ديت للعرضة دي من كم لكم? من متر للمتر وعشرين. وبنفس النظام برضو هبعد بين العرضة اللي في النص للعرضة اللي بعدها من متر وعشرين ليه? للمتر ونص وهكزا. ده ده سند جوانب الحفر يا شباب ايه? بالنسبة لارض اه بالنسبة لارض ضعيفة. تعال بقى ننتقل ايه? للنقطة رقم اتنين. لايه? كيفية تجهيز قاع الحفر? اجاهز قاع الحفر ازاي? اشرح لما يجي لي سؤال ويقول لي اشرح كيفية تجهيز قاع الحفر? طيب اجاهز قاع الحفر ازاي? اول حاجة تعتبر عملية تجهيز قاع الحفر من العمليات الهمة في اعمال البناء والتشييد. حيث تدخل ضمن اعمال الحفر والايه? والردن. طب مراحل تجهيز قاع الحفر. اول حاجة عمل الجساد. الكلام اللي احنا قلنا في اول ايه? في اول حلقة ده. عمل الجسات والاختبارات المطلوبة لمعرفة تتابع طبقات التربة. يبقى اول حاجة انا هعمل اللي ايه? هعمل الجسات والاختبارات اللازمة للتربة. تمام? عشان اعرف ايه? اعرف تتابع طبقات التربة. اول حاجة تربة اه وانا بحفر هتقابن تربة رملية ولا تربة طنية ولا تربة صخرية ولا تربة حصوية. يبقى انا عامل حسابي للمعدات اللي انا هتشغل بيه. ماجيش هتفاجئ وانا شغال تمام ماجيش هتفاجئ وانا شغالها باش مهندسين ان انا ايه. ان انا ما ايه عايز احفر فو ارض صلبة وانا ما عايش معدات اللي هي تساعدني ان انا انجز العمل فو ارض ايه في ارض صلبة. يبقى انا اا داخل على الحفر بتاع اول عملية اللي انا هعملها انافزها ديت. او البند اللي انا نفزه. وعارف ايه المعدات اللي انا هنا هستخدمها. عارف امتى هينسي ايه? امتى هستخدم مطور اللي هو شفط المياه الجوفية. تمام? طيب. دي نمر واحد. نمر اتنين. تحديد منسوب التأسيس. تحديد منسوب الايه? التأسيس. ومنه ومنه يتم تحديد نوع الاساسات. ومنه يتم تحديد نوع الايه? الاساسات. ان كان الاساسات سطحية والاساسات ايه? عميق. يبقى اول حاجة. عمل الجسات والاختبارات ليه? لمعرفة تتابع طبقات التربة. نمر اتنين. تحديد منسوب التأسيس. ومنه يتم تحديد ايه? هستفد منه ايه? هستفد منه تحديد نوع الاساسات المناسبة. بناء على نتيجة الايه? الجسات. بناء على نتيجة ايه? الاشاعات واللي انا هعملها او او المنظر اللي انا هعمله للارض ده? اللي هو جسات التربة ديت اللي انا هعملها بناء على ايه? هحدد ايه? منسوب التأسيس اللي هو الطبقة الصالحة. طب رقم تلاتة تحديد حدود المشروع وعمل ميزانية شبكية لتحديد المناسيب تحديد المشروع وعمل ميزانية شبكية ايه الخطوة دي باجي على الارض وبروح مقسمها مربعات مثلا وليكن ايه كل مثلا عشرة متر او كل خمسة متر بقسمها مربعات شبكة بقسمها شبكة وبقف في كل ركن من الاركان دي تمام وباشتغل بجهاز بجهاز المساحة والقامة احدد المناسيب اللي ارتفعت والانخفاضات تمام؟ ليه اوستاذ؟ عشان اعرف ليه المنصوب بتاع اخلي الارض دي لازم اخليها مستوي افقية تمام تمام عشان العشرين سنط الخرصانة اللي انا هصبها هنا يبقى نفس العشرين سنط اللي انا هصبها في الناحية التانية ما صبش هنا عشرين واسب هنا تلاتين اخليها افقية تمام التمام تمام؟ طيب ايه ايه هتتم عن طريق اعمل ميزانية شبكية طيب بدل ما نشيل القومة دية قومة التراب دي وارح شايلها بعربيات وتكلفني في النقل بتاعي طيب ما فيه حتة منخفضة في الأرض طيب ما نشيل من العالي وحط في الواطي ده لغاية ما اصبط القولي اصبط قطعة الأرض بتاعتي واخليها أفقية تمام واللي هيتبقى بدل ما كنت هارمي مثلا عشرين متر لا ده انا هارمي برة مثلا أو هنقل الردم ده خمسة متر أو تلاتة متر يبقى أنا بدل ما تكلفني واجيب رمل صفرة أو رمل نظيفة عشان أصبط أفقية الأرض بعمل ميزانية ايه؟ بعمل ميزانية شبكية طيب الخطوة اللي بعد كده تخطيط أساسات المبنى تخطيط أساسات ايه؟ المبنى بتيجي بتيجي على الأرض على الواقع بعد ما بتحدد حدود المشروع بتاعي بتروح جايب مثلا ايه وليكن مثلا جير ماشي؟ بروح جاي خدا بعد ما بعمل الخنزيرة بتاعتي و splendد حدود الموقع بروح جاي مثلا ايه؟ عايزا احفر ايه؟ اواعد منفصلة اواعد منفصلة يعني قعدة و في فيها عمود قعدة عادية قعدة عادية قعدة مسلحة و أيه؟ طالع منها ايه؟ قعدة… دي اسمها ايه؟ قعدة منفصلة طيب لما كنا أحدا و شايلة عمودين اسمها قعدة متصلة اسمها قعدة يا شباب اسمها عادة متصلة. طيب هحدد الايه? هحدد اماكن الحفر بتاعتي اللي هي الاواعد ديت في الارض بتاعتي بتجير. وبعد ما بحددها تمام تمام بخلي بخلي الراجل اللي هو الراجل اللي هيحفر. بقول له مسلا انا عايز ابعاد الحفر بتاعت ايه? وانزل بالعمك بتاعك ده. له عمك مسلا اتنين متر او تلاتة متر. لغاية ما توصل للطبقة الصالحة ايه? للتأسيس اللي هي الطبقة الصلبة. طيب رقم خمسة يتم الحفر تبقى للابعاد المبينة على الرسومات. اما يدويا او ايه? او ميكانيكيا. بالعمك المطلوب حتى الطبقة الصالحة اللي هي? للتأسيس مع مع مراعاة ايه? مع مراعاة الاتي. الف تشكيل جوانب الحفر. هبدأ اشتغل الحفر بتاعي يدوي. يعني مثلا الناس هي اللي هتشتغل العمال هم اللي هتشتغلوا. تمام? او اجيب المكان بتاعي. وهو ايه? وهو الله وهشغل المكان. مثلا بالايه? بالبلدزرات. تمام? هي اللي هتحفر القصرات. هي اللي هتقوم بعملية الحفر ديت. اما يدوين او ايه? او ميكانيكيا. بالعمك المطلوب. حتى الطبقة. لغاية ما وصل للطبقة الصلاحة اللي هي? للتأسيس. مع مراعاة الاتي. اول حاجة. او الف. تشكيل جوانب الحفر حتى يصل الى منصوب قاع الاساس. سواء ان كانت جوانب الحفر الرأسية او مدرجة او زات ايه? ميول. به. اخذي جميع الاحتياطات اللازمة لحفظ جوانب الحفر. اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو سند جوانب ايه? سند جوانب الحفر. تمام? اخلي اخلي بتاعتي ديت عشان اخلي اخد بالي وخلي جوانب الحفر رأسية تمام تمام? وما ديه? وما او متوصلنيش او ما تقدش للايه? للنيار. طيب. رقم جيم. نسح المياه الجوفية اين وجدت اثناء ايه? اثناء الحفر? دال. مراعاة ان يكون قاع الحفر افقيا تماما وان يغمر بالماء ويدق جيدا بالمندالة مع تثبيت الخوابير. خوابير ايه? موزونة بارتفاع الخرصانة المطلوبة. يعني ايه النقطة اللي احنا اتكلمنا اخر النقطة دال ديت? مراعاة ان يكون قاع الحفر افقيا. لازم ان يبقى قاع الحفر ايه? لازم ان يكون قاع الحفر افقيا تماما تماما. طيب. وعشان الارض دي تبقى افقية تماما تماما بروح ايه? اروح مغرقها مية. وبرروح جايب مندالة. ايه المندالة ديت يا استاذ? المندالة ديت عبارة عن ارس معدني. تمام? الارس المعدني ده اروح ماسك الارس ولها يد. تمام? قاعد ادق في الارض دي ادق فيها لغاية ما خليها ايه? كتلة واحدة متدخلة مع بعضيها. تمام? وبعد جوابات بسبت خوابير في الارض الخوابير ديت بتبقى موزونة كلها ايه? ميزان واحد بارتفاع الخرصانة الايه? المطلوبة. بارتفاع الخرصانة المطلوبة اللي هو ارتفاع مسلا وليكن ارتفاع الخرصانة ديت خمسين سنتر. تمام? يبقى انا هيجي اه هجيب قطع من الحديد وسبتها في ايه? 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 على على مسافات متساوية. زي ما قلنا في المسلا ايه? في المزانية الشبكية. انا قسمت قطعة الارض مسلا ايه? كل خمسة متر قسمتها مربعات. كل رقن يا باش ايه يا باش مهندسين هسب قطع خشب. قطع الخشب دي او قطع من الحديد طولها طولها خمسين سنتي. متضفع عليها مسلا وليكن عشرة سنتي او عشرين سنتي. المسافة اللي هي العشرين دي اللي انا هقرزها جوة في الارض. يظهر منها فوق الارض يا ايه? يظهر منها فوق الارض خمسين سنتي. واوزن النقطة النقطة الاولانية او قطعة الخشب او قطعة الحديد دي اوزن راسها بالادة والايه? والميزان. اخلي النقطة دي مظبوطة افقية تمام من تمام. اربط النقط كلها ووصلها كلها بايه? ببعضها. تمام? طيب. يبقى احنا كده عرفنا النقط اللي احنا هنستخدمها في ايه? في ضبط ضبط قاع الحفر. احنا اتكلمنا النهاردة يا شباب عن نقطتين مهمين وسؤالين ايه? يعني حاجة منهم ممكن تجي تجيلي ايه? في الامتحان ان شاء الله. وربنا يا كريمنا وتكون اللي ايه? لأ سلم وامن الله سهلة. اول حاجة اتكلمنا عن سند جوانب الحفر في ارض. في ارض صلبة. او سند جوانب الحفر في ارض متوسطة الصلابة. واتكلمنا على سند جوانب الحفر في ايه? في ارض ضعيفة او سهلة ايه? اللي انه نيار. تمام? نخلي بالنا من الالفاظ عشان ممكن ايه? اه يتلاعب معنا في ايه? بالالفاظ في الامتحان. تمام? وممكن ايه? نبص جدوات يقول لك ايه? ده اسمها تربة اه تربة سهلة ايه? للنهيار. طب احنا ما اخدناش لا اه اسمها تربة ضعيفة. يبقى احنا عارفين دي او دي هي ايه? هو هو المسمى بتاعها. طيب يبقى احنا ده بالنسبة ليه? لسند جوانب الحفر. اتكلمنا اعلى المسافات والخامات بايه? اللي احنا بنستخدمها في سند جوانب الحفر. طب النقطة التانية النقطة او المراحل اللي هي بنستخدمها لزبط ايه? قاع الحفر بالمراحل ايه? اول حاجة بنعمل الجسات عشان نعرف تتابع طبقات التربة. الخطوة اللي بعديها. بعد ما بنعمل الجسات بنعمل ايه باش مهندسين? ها? حد يفكرني كده? بعد ما بنعمل الجسات دي ايه باش مهندسين عشان نعرف طبقات التربة باعمل بحدد منصوب المياه الجوفية. وبعد ما بعمل منصوب المياه الجوفية فحددت كل الكلام ده. تمام? يبقى كده اه كده اه كده باش مهندسين بنزبط الافقية وبنزبط افقية الارض تمام التمام? ماشي? يبقى احنا كده قد نركز على السؤالين دولة ان شاء الله. وامر لا في الحلقة القادمة ان شاء الله نكمل مع بعض بامر لا ايه? النقطتين اللي باقيين من درس ايه? التربة. ولنا اللقاء ان اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.